ولكن خلينا برضو نبص الحاجة جبيلة حصلت فوزنا مبارح على الاتحاد السكنداري ده كان أكيد ساب انطباع جيد وراحة جميلة جدا وسط المجتمع الأهلاوي كان فوز مهم اتنين واحد مبارح شفنا بدر بنون بيحط هدف شفنا أفشا كمان يعني زي ما بيقوله الرجل المباراة كان ليه دور كبير جدا المطش مبارح كان المطش محتاجينه في توقيت مهم وكان فوز غالي جدا للنادي الأهلي ولا ايه رأيك يا فرس كان مهم جدا زي ما حضرتك بتقول الفوز ده لأن النادي الأهلي راجع من ضغط مباريات النادي الأهلي عنده إصابات كتير جدا طيب ايه فكرة تحسن الفريق؟ تحسن الفريق رقم واحد هو استعادة اللاعبين اللي بيشكلوا الفارق مع النادي الأهلي دخول أيمن أشرف وبدر بنون كان مهم جدا وجود محمود متولي بعد عودته من الإصابة أيضا كمان مهم ده انعكس على الفريق بنون مبارح الأكثر استخلاصا في الملعب للكرة كان مساهم في الهدف اللي سجله من راكل الجزاء وأيضا الهدف الثاني ساهم في بداية الهجمة هذا الهدف اللي سجله بنون من راكل الجزاء وبنون أنا في راكل مدافع تبقى راجع من إصابة وتخش على ضرب الجزاء بعد خسارة مباراة يعني بدر بنون بيثبت يوم بعد يوم أنه صاحب أعصاب فولازية يستحق التداء وطبعا ده غير بقى المباراة الرائعة أنه لاعب من التراز الفريد اللي يستحق التداء ناعد دولي منتخبات في المنتخب المغربي تدرد في جميع المنتخبات وده الهدف الثاني طبعا كان النادي الأهلي في مباراته دي عنده أهداف مهمة جدا وهي أن النادي الأهلي يستعيد الثقة قبل مبارات الزمالك وده اللي حصل فعلا كمان مهم جدا نقف عند أفشة وتسجيله هدف لأن أفشة بيواصل مشاركته في الأهداف ثمان أهداف بيشارك في أفشة وكمان اللي أنا عايز أروح ليه بعيدا عن أرقام الأهداف أفشة لاعب مؤثر في الدوري ومؤثر في أفريقيا وبيمتلك الشخصية كابتن هيسم وده قليل جدا أن اكتلاق لاعب هو حابب أن يكون عنده روح القيادة هو حابب لما قال أهل أبو تريكا وقل جمعة رجع كم بيعنيها مبارح شوفنا أفشة في لقطة طريفة جدا يمكن البعض ما خدش باله منها هو بيروح لمسيماني وده زكاء اللاعب اللي عارف وضع الفريق إيه وأن العملية كمان محتاجة المدرب تجاء اللاعب واللاعب تجاء المدرب ده سلام بسكتبول شوية كده ده في كعب حضرتك بقى يعني حتى كنت سلة كده برضو يعني ربط الألعاب مع بعض بالضبط أفشة كان حريص أنه هو يروح لمسيماني في اللقطة دي وكان حريص أنه هو يحتفل معاه وده مهم جدا أن اللاعب يكون يا كابتن هيسم مدرك الأمور اللي حوالين الفريق عاملة إزاي أفشة بشوف فيه لاعب من نوعية الجيل بتاع 2005 يمكن ظروف الفريق إن شاء الله تساعده أنه يحقق كتير جدا مع النادي الأهلي وكان مهم جدا استعادت كتير جدا من المصابين قبل مباراة الزمالك طب أنت شايف أنه مسماني يعني أكيد بيتعرض لأمور ما تعدرهاش مدير فني قبل كده يعني ضغط المباراة أخطاء تحكمية إصابات أمور كتير جدا مسماني الحقيقة بيبعد بيها والحمد لله حتى الآن هو نجح أنه يعد على هذه الصعاب ودايما بيحاول يشتغل وما بيحاولش يتكلم كتير ما بيحاولش يبص يمين شمال بيشتغل على فرقته بيشتغل على الأخطاء اللي عندنا في الفرقة بيحاول دايما يكون النادي الأهلي عنده بيشوف الأخطاء وبيعالجها وبتهالي أي مدير فني بيشتغل بالعقلية دي أكيد هينجح هو كمان مش كده بس مسماني عامل روح جيدة جدا جوا الفريق يمكن السلام اللي شفناه من قليل مع طبعا محمد مجدي أفشا ده بيبق يعني بيدل لاعب نجم زي ده لما يحط هدف ويجري على مدير الفني الحاجات دي بتبقى مؤشرات معينة بتقدر تعرف منها الروق وحدة الفريق قط اللبس عاملت إيه وحدة الفريق بالزبط وكمان يعني بتلاقي حتى الفرقة كلها هارموني واحد لعيب لما يبقى راجع من إصابة ويخش يلعب زي بدر بنون ويبقى أيمن أشرف راجع من إصابة بتلاقي بتحسش أبدا لو أنت متفرج بتتفرج على الفرقة دي أول مباراة من فترة مش هتحس أبدا هم كانوا مصابين كل ده شغل مدير فني كل ده شغل وتثبيتات وتكتيكات وروح مع اللعيبة عالية جدا كل ده المسؤول الأول عنه هو موسيماني وموسيماني خلينا أقول لكم كمان أنه بيتعرض أيضا مفيش أول إخفاق يحصل أو أي تعثر يحصل بنلاقي يعني موجة جديدة جدا من الانتقادات ولكن هو يعلم جيدا أنه هو بيلعب في النادي الأهلي أو سوري بيكاتشن على النادي الأهلي وأنه الكاتشنة في النادي الأهلي أو تدريب مسؤولية تدريب النادي الأهلي الموضوع مختلف وموضوع يعني صعب ومسؤولية كبيرة يمكن تعرض عليه كمان أنه يروح يمسك ملتخب النقو أفريقا ده ما يخفاش على حد ولكن تمسكه بالنادي الأهلي أكيد يعني إحساس بالمسؤولية ومسؤولية قدام جمهوري النادي الأهلي قبل ما تكون إضافة